اجتبع وزيره الخارجية والهجرة وشؤون المصطينة بالخارجة دكتور بدل عبدالعاطي مع الفا يوهانسن المفاوضة الأوروبية لشؤون داخلية في القاهرة ناقش سبل تعزيز التعاون ما بين مصر والاتحاد الأوروبي في مقال الهجرة أكد قانباني على الشراكتين ناجحة طويلة الأمد في مقال الهجرة والتي يتم تعزيزها حاليا بعد توقيع الإعلان السياسي المشترك حول شراكة الاستراتيجية والشاملة في مارسل عام 2024 والذي تعد الهجرة وتنقل أحد أعمدته الستة شدد القانباني على أهمية تعزيز النهج الشامل في التعامل مع ظاهرة الهجرة وذلك بما يتماشى مع الإعلان السياسي المشترك وبما في ذلك ربط الهجرة بيتنمية ومعالجة الأسباب القذرية للهجرة غير النظامية